موجة من الرعب لا يوقفها أي شيء وليس لها أي حدود ترهيب مستمر وانتهاكات ومحاكمات غير شرعية هكذا باتت صنعاء وما جاورها من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين الذين نجحوا تماما في بث الخوف بأوساط المواطنين في ظل حالة من الرعب الشديد والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين بصنعاء حكمت المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي على فتاة اسمها أسماء العميسي بالإعدام بتهمة إعانة ما تصفه الميليشيا بالعدوان الخارجي أسماء العميسي أول يمنية تواجه حكما بالإعدام على خلفية دعمها للشرعية وهي قضية أثارت الجدل في الأوساط المحلية والخارجية حيث طالبت منظمة العفو الدولية من الحوثيين بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن العميسي وطالبت بوضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية وقبل أن يعتقل الحوثيون أسماء في صنعاء ويصدروا حكما بإعدامها كانت المرأة البالغة من العمر 22 عاما قد انتقلت من المكلة إلى صنعاء بحثا عن الأمان ولم شملها مع والدها وطفليها وذلك بعد انفصالها عن زوجها لكنها لم تجد الأمان المرجو وعلاوة على ذلك جاءت عملية اعتقالها مع والدها بمثابة بداية لتعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في المعتقل وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتبط بشكل أو بآخر بالنزاع المسلح في البلاد كما تصفه المنظمات الدولية ليست قضية أسماء هي الأولى من نوعها بل إنها واحدة من عشرات القضايا المشابهة منذ أن سيطرت جماعة الحوثي المسلحة على أجزاء كبيرة من اليمن وحولت صنعاء وغيرها إلى معتقل كبير لممارسة مختلف أنواع الانتهاكات الإنسانية مئات من المدنيين يتعرضون للاعتقال والتعذيب على أساس انتمائهم السياسي أو معتقداتهم الدينية أو غير ذلك وهي حالات مأساوية عديدة توثقها وترصدها وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بشكل شبه يومي اشتركوا في القناة